الرئيس الفلسطيني محمود عباس بزيارة رسمية إلى العاصمة التركية أنقرة الزيارة تأتي لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وآخر تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية حيث عقدت قمة ثنائية مع رئيس التركي رجب طيب أردوغان تصدرتها غزة والعدوان الإسرائيلي المستمر عليها تركيا حكومة وشعبا لطالما دعمت القضية الفلسطينية في كل الأوقات إسرائيل لا تترك أهل غزة عرضة للجوع فحسب بل تمطرهم بالقنابل وتقتلهم بوحشية وهذا العدوان الإسرائيلي سببه الدعم الغربي غير المتناهي لها طريق السلام الدائم هو تأسيس دولة فلسطين المستقلة وعاصمة القدس الشرقية لكن ما تقوم به إسرائيل هدفه إجهاض جهود السلام وتكريس الأمر الواقع وأفضل رد على إسرائيل هو تحقيق الوفاق بين الفلسطينيين أردوغان هاجم الحكومة الإسرائيلية وممارساتها ضد الشعب الفلسطيني معتبرا أن الاستيطان يهدد أي خطوات نحو السلام والاستقرار من جانبه قال الرئيس الفلسطيني محمود عباسة إن زيارته تأتي في وقت يشهد فيه العالم جرائم إبادة تمارسها قوات الاحتلال في غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة مؤكدا تطابق رؤية فلسطين مع الموقف التركي في ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وتوفير الحماية الدولية التي تفضلتم بها ونحن نوافق عليها للشعب الفلسطيني والذهاب لحل سياسي يبدأ بحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وبقرار من مجلس الأمن وخلال اللقاء جدد الرئيسان التركي والفلسطيني رفضهما محاولات تهجير السكان من قطاع غزة وخطة تلبيب في عادة احتلاله وفصله عن السلطة الفلسطينية أمام العجز الدولي عن إيقاف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة تدفع تركيا جهودها في ملفين أساسيين ليس بعيدين عن الحرب الأول دعم جهود إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع فهي حاضرة في عبر جسر جوي والثاني دفعوا عجلة المصالحة بين القوى الفلسطينية لإنهاء حالة الانقسام التي لا طالما استفادت منها تلبيب أحمد سعيد يارتي عربي أنقرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر